وعليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تلت سانوي. اللهم صلى على محمد وعلى الله وصحبه وسلم ان شاء الله. هنحل مع بعض يا شباب اه اختبار من كتاب الجم. هتركز معي عشان امتحان تقيل وجمل تقيلة. وجمل الترجمة تقيلة. اه وهنكتب مقال ان شاء الله مع بعض. وهنحل القطعتين. اه وهنحل سؤالين قصة. فعزاك هتركز معي جدا 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 في الامتحانات اه اللي بنحلها اه وفي كل جزئية من الامتحان يا شباب. كل جزئية لازم تركز معا فيها لان انت هتكون مطالب بيها. نبدأ مع بعض كده ونقول بسم الله اول جملة. الهدف من الدراسة المية. يكون كيف ان التغير المناخي يمكن ان يؤثر على سلوك الحيوانات. الدراسة دي بقى بتعملي بتتحقق من ولا اه اللي هي تضاعف ولا اجنور تتجاهل ولا بتزيد. طبعا هي علشان تتحقق من ايه شباب التأثير. التغير المناخي او ازاي التغير المناخي بيأثر على سلوك الحيوانات. بقول لك شاحنة نقلة جبيرة جدا. يعني اتقلبت على جنبها اه في الطريق طبعا. وعملته في الطريق. سجلته. ولا حجزته. ولا اللي هي افلت الطريق. اه ولا شي ديته طبعا عملت او افلت ايه الطريق. في اه المسرح بتاع المدرسة. المسرحية يعني اه تم تقصيرها اثروا المدة بتاعتها عن طريق ايه شباب. عاملوا ايه في مشهدين من المسرحية. امشن استبعدوهم او حجفوهم. ولا اضفوهم. ولا اللي اللي هو التدخل او التطفل. ولا اللي هو اه تضمنوا او اضافوها برضو. لا هما اثروا المسرحية عن طريق الامشن اللي هو الاستبعاد. بقولك ايه القوي سحب السباح اه للبحر يعني الموق بقولك الموق كان قوي جدا فسحب السباح ده او ايه السباح للبحر. وتم انقاذه بوسطة ايه مركب للصيد. حاضر ولا اللي هو مجرى او الطيار المائي. هنا معناها طيار ماء. ولا اه دروت جفاف ولا كارنت كارنت بالايه. ده معناها عنقود انا بعنقود انا بانما كارنت معناها حالي. بتجيب معناها طيار اه ماء او بتجيب معناها طيار كهربي برضو. تمام? يبقى تبقى كارنت دي كانت في ولا ايه اه ولا سنة وتنية سنة. ولكن هنا الشركة اعطت للمتقدمين للوظيفة اختبار ايه يا شباب لتحديد مستواهم اه لتحديد مستوى كفائتهم يعني مستوى الكفاءة. ها ادت لهم اختبارات ايه بقى نفسي ولا كلوه كلوه هنا معناها فكرة ولا تحديد مستوى ولا نهائي طبعا هتكون اللي هي تحديد مستوى. المحرر رفض ان هو ينشر تقرير التقرير لانه كان مليء بالاخطاء يا شباب عن الانتخابات اه فكشول الاخبار الحقيقية ولا حقيقية برضو ولا الخيارية ولا الشائعة طبعا هتكون اللي هي ايه الاخبار اه الاخطاء الاخطاء ايه شباب الحقيقية او الواقعية تمام لا تغدع بي لا تغدع بي اه تفكير في ان البحث العلمي صحي اللي هو يغضع ممكن نستبدول او ممكن يكون بيساوي الفيرب ان هو يا شباب اللي هو يغضع ولا يرقي ولا اللي هو يعني يساعد ولا يؤثر على طبعا هتكون او اثر على طبعا هتكون اللي هو يغضع او يمكر بي او يغش تمام رقم تمانية بيقول لك هنا دا قمباني دات رانز دا سيكورتي سيستم شود بي فايند تو فاينينشل لوسيس اوف دا فاير ولكن المحكمة حكمت ان الشركة اللي بتدير شركة الامن يجب ان يتم تغرمها اا وتعمل ايه يعني خسائر مادية بسبب الحريك اللي حصل هيتم تغرمها ازاي اللي هي تعاقب ولا تعوض الخسائر المالية اللي حصلت بسبب الحريك ولا يعاقب ولا رول يحكم على طبعا هتكون يتم تعويض الخسائر المالية اللي حصلت بسبب الحريك لان هي شركة التأمين. اقول له اين كنت امبارح الساعة تلاتة اقول له كنت في المكتبة. هنا اقل لك يعني بالكلم في الماضي حد دلوقتي مش هتنفع مضارع تام. الاجابة بيقول لك اي بس يبقى بس يو يعني مش هتنفع الفعل تبقى لنا في السؤال وفي الاجابة تبقى اي. طبعا الاجابة اي. يبقى مفوض في السؤال تبقى ما ينفعش بعد اجيب الفعل على طول كده لان اجيب الفعل المساعد. اين كنت? حتى اجاب لك هنا مكان. تمام? عايز اقول ان صديقي يعني اصيب بمشاكل صحية منذ انا عاش في تلك المنطقة الملوثة بشدة. هاد هاد ولا هزبين ولا هاد ولا هز هاد. فماضي بسيطة ومضارع تام. ده ماضي تام مش هتنفع. اه هزبين اه انا عايز اقول اصيبة مش هزبين. مفهود يفعل مش هزبين. هاد ماضي مش هتنفع. تبقى هز هاد ماضي ومضارع تام. مضارع يا شباب تام. بالامس. عندما كنت في الفصل. او شعرت بألم شديد في رأسي. هنا ايه يبقى عايز بعد ايه? ماضي مستمر. ماضي ايه شباب مستمر. ماضي تام مستمر مش هتنفع. بتكلم في الماضي مش بتكلم في المضارع. ده ماضي بسيط مش هتنفع يبقى بينما كنت جالس. ايه شباب في الفصل? دماغ واجعتني جدا. ايه او بقول لك هنا الشركة يعني جنت الكثير من الاموال منذ ان تم تأسيسها. وماضي بسيط يبقى مضارع تام. هز ميد ولا ميد ماضي بسيط. مضارع اه مستمر مش هتنفع. والميك مستمر مش يبقى حق قد. احنا مش لسه حالين دلوقتي. لسه حالين واحدة زي هنا الوقت. رقم عشرة. اللي هو حصل له مشاكل صفحية بسبب المنطقة الملوسة اللي هو عايش فيها. تمام. اه هتنفع مضارع تام. هتنفع نفس الاختراض بالزبط. تمام? ما بتجيش في معنى يصيب. بيجي معنى يصيب ولكن ما بتجيش في الاستمرار الا بمعنى مساء ان يأكل او يقضي وقتا. اه هاد مش هتنفع ماضي بسيط انما وهاز برضو ماضي اه مضارع بسيط برضوش هتنفع. باختصار. باختصار التدخين بقولك عادة سيئة التي يجب ان يتم مكافحتها بكل الوسائل والطرق. الجملة دي. ممكن تكون اي جزء في مقال او اه فقرة اقناعية في مقال. ممكن اكتب الفقرة دي فين? اول طوام ما ظهر لك دي يعني باختصار دي بيجي في اخر المقال خالص اللي هي في الكونكولوجيا. دي جملة الموضوع بتوقف اول الباراغراف. دي بتوقف اول الباراغراف لجازب انتباه القارئ. دي المقدمة بتوقف اول الباراغراف خاتمة ايوة هي الخاتمة. تمام? هي يا شباب. الخاتمة لان الخاتمة بتيجي بيجي من الكلمات معها ان شورت ان شورت. تمام? هنحل مع بعض الترجمة والحاجات التانية الاول وبعد نرجع للقطعة عشان ايه? نحلها كده على رواقة. تمام? بقول لك هنا ايه? بسم الله. بقول لك هنا ايجيبت started to region its leading rule in the area. بقول لك مصر بدأت او بدأت مصر تستعيد او في استعادة دورها الريادي. leading rule دور الريادي في المنطقة. it hosts and supporters talks to achieve peace and stability in the آآ تمام? لا يعني بتستضيف وتدعم محادثات السلام او المحادثات تحقيق السلام والاستقرار في الدول المجاورة. بدأت مصر في استعادة دورها الثانوي. لا. يعني قيادي ولسي ثانوي. بدأت مصر في استعادة دورها القيادي في المنطقة. واصبحت تستضيف وتدعم المحادثات لتحقيق السلام والاستقرار للبلاد المجاورة. ماشي. بدأت مصر في استعادة دورها القيادي في العالم. لا هي في في المنطقة ولسي في العالم. بدأت مصر في استعادة دورها القيادي في المنطقة واصبحت تستبعد وتستنكر. لا مش تستبعد وتستنكر. ده هي اصبحت تستضيف يعني يستضيف. يبقى رقم بي هي اللي صح. رقم بي هي اللي صحي شباب. ولكن هنا. ولكن هنا آآ نقلت الوسائل التواصل الاجتماعي الشائعات الى مستوى آآ الى مستوى جديد تماما. مستوى جديد. يعني حاجة صعبة جدا يعني. المشاهير اللي هما السياسيين او 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 نقلت وسائل التواصل الاجتماعي الشائعات الى السطح الجديد تماما. يعني مش سطح. مش هتنفع سطح مستوى. نقلت وسائل التواصل الاجتماعي الشائعات الى مستوى جديد تماما. والمشاهير والسياسيون اهداف سهلة. ولكن هنا آآ آآ لشائعات الانترنت وقد تدمر حياتهم المهنية. غيرت وسائل التواصل الاجتماعي الشائعات الى مستوى جديد. هي غيرت ولا نقلت نقلت يعني نقلت. والاحتفاليون يعني المشاهير وليس الاحتفاليون. غيرت? مش غيرت. غيرت وسائل التواصل الاجتماعي الشائعات الى مستوى جديد تماما والمشاهير والسياسيون اهداف سهل لشائعات الانترنت وقد تزيد حياتهم المهنية. لا مش تزيد هي يعني يدمر هي هي الصحة. يتطلع الجميع الى افتتاح العاصمة الادارية الجديدة فهي مشروع قومي وستكون مقر للحقومة. ومركزا اقتصاديا وثقافيا رائدا في الشرق الاوسط. وشمال افرق? ماشي يا سيدي. اه اه طبعا انت عارف ان التعبير بيجي بعده البرب آي ان جي. الوكينج فورورد تو وفيربا اي ان جي ماشي. الوكينج فورورد تو والمستر? لا. مش هاتي انفع يوالي ستبعد. الوكينج فورورد تو والفيربا اي ان جي. تمام? يعرف القاعدة دي. الي هي العاصمة الادارية الجديدة as it's a national project and it will be the center of government and leading economic and cultural center in the Middle East and North Africa ماش ممكن دي تكون صح تمام of the new administrative capital as its national project will be the seat تكون الأساس ولا تكون المركز تكون المركز أو مقر بالسيت هنا بقى بسيت غلط وش هتنفعي برقم بي غلط بتاع نكملها ماشي صح الحد هنا بس الحيتة غلط ماشي محلي أو قومي ممكن تنفع ما فيش مشكلة بالبيد يعني الشرق الأقصى الشرق الأوسط يبقى دي مش هتنفع يبقى لكم ايه هي اللي صح اللي بعدك ناجب على كل وسائل الإعلام ورعاة الدقة وتجنب التحيز في نقل الأخبار حيث أنها تلعب دورا هاما في تشكيل اتجاهات الناس في كل مكان all media must inspect inspect يعني يتحقق مي أو يفتش مش معناها مراعاة investigate يتحقق من care مراعاة investigate برضو معناها يحقق فيه وليست مراعاة reserve يحقز أو يسجل برضو معناها مراعاة يبقى تبقى رقم سية شباب تبتعى نكمل عشان نتأكد and avoid bias in reporting the news as they play an important role in shaping the attitudes of people everywhere ماشي avoid bias in reporting the news as they play an important role in painting painting رسم أو لا هنا في التشكيل shaping اللي هي تشكيل وهنا shaping وهنا shaping attitude of people everywhere يبقى رقم بي كده طلعنا فهى غلطتين شده all media must care يجب أنت راعي the accuracy الايه الدقة تمام وقاب لي في الاخيرة accuracy عدم الدقة يبقى مش هتنفع برضو all the has bias in reporting the news as they play an important role in shaping the attitudes of people everywhere ماشي as they play an important role رول هنا معناها آآ يحقم أو قاعدة وليس رول رول دي دي قتسان اللي فاتت في الامتحان رول دي اللي معناها دور دور يا شباب إنما رول بي يو معناها يحكم أو حكم أو قاعدة يبقى عندي نهيل اللي صح يا شباب رقم سي هي اللي صح رقم سي هي اللي يا شباب هي اللي صح تمام عندي أسئلة القصة مهمة جدا نقول لك هنا في رأيك هل بيب كان مضطرا أن يساعد اللي هو المتهم اللي هرب منه أو اللي هرب من السجن وكان في المستنقع لما راح يشوف باباو ممتو عند الطربة بتاعتهم لأنه كان حزين لقى الرجل الهربان ده آآ الكونفكت ده آآ طلع له تمام؟ وده احنا عارفين القصة قال له هاتفايل وهاتلأكل فايل ده اللي هو المبرض عشان يفك الكلبشات وكده ها هال بيب كان مضطر إن هو يساعده لو هتقول هتقول يس ليه ولو هتقول نو هتقول نو ليه تمام؟ تعال نجاوب بالنحيتين واحد هربان وانت ساعدته حال انت كنت مضطر إنك تساعده الأقرب إلى المنطق طبعا هتقول هتقول ليه بقى نو؟ لأن ده هربان من السجن وممكن يكون خطير ببساطة كدا هتقول ها بيكوز إيه تكون هتقول 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 هرب من السجن اسكيب اسكيب فروم ذا برزم برزم وممكن يكون خطير وممكن يكون خطير السؤال الثاني بقول لك هنا ايه؟ طبعا انت ممكن تكتب اي حاجة انت حرنا بقى بس ده حاجة سريع كلا طبعا انت عارف ان ميسز جو اللي هي أخت من ميسز جو اللي هي أخت بب كانت بتعمله وحش جدا ليه تعتقد اللي هي كانت بتعمله وحش زي ما قرأنا في القصة اللي هي لانها اه كانت مش حبة فكرة اللي هي تعتني بيه كان اخوات صغير وطبعا اخواته كلهم ماتوا وهو صغير وكده فهنقول من وجهة نظري ماتوا بقى خراع هم لانها ايه? مكادش احب فكرة اللي هي تساعده. طبعا? بسأت خطبي بشكل عليق معاً؟ ممكن نصر دوسق اخطب له ملائي لنصر سأت خطب، بايت استقع فكرة ات دونها تباك بسأت خطبي بشكل عالي وعضوه لنأت خطبي بشكل عالي كانت ايه غطبانة منه دايما. دايما انت ممكن تكتب اي حاجة ما فيش اي مشكلة. انت ممكن تكتب اللي انت عايزك. في السؤال الاول او في السؤال التاني. تمام? دول كانوا سؤالين القصة. تمام? السؤال بتاع المقال بقية يا شباب. بعدين كده نكتب المقال مع بعض. مقال سهل وبسيط جدا 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 بقولك هنا. هل كل الطلبة مضطرين او يجب علي من هم يتعلموا لغة جديدة? والرأيك. اه? انا من وجهة نظري. اه? والطلاب. خاصة للانجليزي. ده المقال الثالث اللي احنا نكتبه مع بعض. ده المقال الثالث اللي احنا هنكتبه مع بعض. ممكن انهم كتبين اي شباب. من وجهة نظري هنقول. yes. all students need to learn learn a new foreign language. foreign language. ليه بقى يا شباب? because it is it is it is so important. تمنى تكون بتكتب معايا. تمنى تكون بتكتب معايا. it's so important because it's so important to learn another language. particularly english. it's so important to learn. to learn. or because it is so important. انه ده مهم خاصة للانجليزي. particularly. particularly english. خاصة ايه? english. او. اه. 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 اللي هو. اهم طبعا. ما لا شك فيه ان كل الوظائف الوقتي او موظل الوظائف. 90% منهم. لازم يكون معك انجليزي. اه. وكمان. هتساعدك انك تتواصل مع الناس من اي حتى في الدنيا. دي الحاجة البصدر اللي احنا يعني اسباب للشائعة. و اه. هتشجعك انك تقرأ مسلا بالانجليزي او تقرأ مقالة انجليزي وحاجات من دي. بس. ممكن نكتب ده. خليك تكتسب المعلومات بالانجليزي. بس. لن فتنفش اي مشكل. يبقى او. صانع او. لو. لانجليزي يرويه بقى قان Urs المطلاب. help them to find وصفة جديدة. find وصفة جديدة. find a good job. good job. find a good job. طبعا يجاد وصفة جديدة. علاوة على ذلك more over. علاوة على ذلك. it will let them communicate. it will let them تسمح لهم. let them communicate communicate آآ with others مع الآخرين. ها منين? all over the world. all over the world. ايه؟ كميع انحاء العالم. هتساعدوا من كمان شباب. ها. ممكن نقول finally. وفي الاخير او في النهاية. it will encourage them. encourage. how do you see? encourage them to encourage them to a شباب. قلنا عليها يتشجعهم. هما يقرؤوا للانجليزي. encourage them to read in english. to read يا شباب in english. واكتساب معلومات بالانجليزي. and acquire new information. new information. new information. in english. باللغة الانجليزي. الانجليزي. يعني باللغة الانجليزية. تمام? بس. حلو قوي. وجميل قوي. سكر قوي. تمام? بتاع كده نشوف كتبنا ايه؟ ونراجع مع بعض. واحد. اتنين انتهت اربعة. اربعة سطور. عادي اكبر خطكم في شيء مشكلة. احنا ممكن نكتب اكتر. يعني ممكن نكتب اكتر. تمام? اه ممكن نكتب شوية نصائح. اه مسلا هنقول. but. اه. to learn. to learn a new language. but to learn a new language. you have to. they بقى. انا بكلم عنهم. they have to. مش have بقى. ممكن should. they should. be patient. be patient. يجب ان يكونوا صابورين. because. because. اه. it. takes. طايم. تستغرق وقتا. to learn a new thing. to learn. a new thing. اي حاجة بتستغرق وقت اللي انت ايه. تعلمها. تمام? to learn a new language. they should be patient. because. it. takes. it. takes. time. to. learn. a new thing. تمام? also. ممكن نمقةيلين اخر جملة. also. they. should. practice. either a lot. through irine Madいきます. او امبروف امبروف ات تمام بس شكرا على كده واحد اثنين انتهاء طبعا خمسة ست 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 طول تمام احنا قلنا هنا ان فعلا ده مهم ان هما يتعلموا لغة جديدة خاصة الانجليزي اللي يبقى هل يبقى هل يلاقوا وظيفة جديدة well let them communicate with each other or others all over the world تمام well encourage them to read in english and acquire information new information in english تمام اي كمان النصائح بقى يجب ان يكونوا patient يجب ان يكونوا ايه صابورين ايه كمان شود يا شباب وشكرا وشكرا الله صحيحكم ده ده كان ايه يا شباب ده كان المقال بتاع امتحان امتحان جام تمام تمام قطع يا شباب نقرأ قطع مع بعض قطع لزيزة وكبيرة وربنا يسهل وآآ نعرف نخلصها لانها كبيرة جدا وفيها كلمات آآ الى حد ما ممكن تكون صعبة ولكن مع التركيز ان شاء الله هنحلها مع بعض ولكنه الكائنات البشرية او البشر يعني البشر يصابون بكل انواع الامراض وملايين منهم بموت ايه من الامراض الامراض مثل ديابيتس اللي هو مرض السكر بايلو شغل الاطفال وهو السعال الديكي وآآ مرض اسمه آآ ديفتاريا كان بفيتر يمكن ان يكون مميت فتر يعني مميت وفي الماضي الناس كانوا ايه يعني بيموتوا في الطبيعي من الامراض علاوة على ذلك مع تقدم التكنولوجيا وآآ الكثير من الابحاث والعلماء والدكاترة استخلصوا او آآ خالصوا اولا خالصوا الى او تنتجوا آآ او طلعوا يعني اخترعوا العديد من يعني الطرق مختلفة اللي اللي هي لعلاج هذه الامراض وبالتالي يعني بالتالي العديد من الحيوات يتم او يتم انقاذها اثناء او في آآ العمل البحث الطبي الدكاترة طبعا قام آآ فاس تو فيس اللي هما يواجهون واجها الى واجه او يعني يعني يواجهون مشاكل آآ واجها الى واجه تمام العديد من مشاكل آآ one such problem is the uh opposition that comes from animal activists بولك هنا واحدة من المشاكل one of this problem يعني معارضة المعارضة التي تأتي من اللي هما آآ مناصر الحيوانات او اللي بيدفعوا على الحياة اللي هما بنسميهم اللي هما الناشطون اللي بيدفعوا على الحيوانات بيدفعوا عنهم اللي بقى تعالى نشوف هما يعني ضد آآ المعاملة غير البشرية او غير الادمية المعاملة غير الادمية غير الادمية للحيوانات تب هما بيعملوا ايه فيهم ولكن آآ علشان يعملوا ينفزوا يعني ينفزوا البحث العلمي بتاعهم دول دكاترة يعني بيضعوا الحيوانات او بيخلوهم يمروا من يعني عملية مؤلمة جدا جدا وده يجب ان يتوقف لانهم طبعا بيحقنوهم بيحقنو الحيوانات بحقا معينة بعققر معينة ويشوفوا تأثير الحاجات دي على الحيوانات ايه ويشوفوا اللي لك ده ينفع ولا يعدلوا فيه كده فاكيد الحيوانات بتمر بآآ 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 جدا واحيان كتير في منهم بيموت بيقول لك هنا يعني لتوصيل رسالاتهم بيقول لك هنا فان المدافعين على الحيوانات على استعداد لاستخدام العنف ولكن العديد بالفعل العديد من مجموعية حماية الحيوانات اقتحموا المختبرات او المعامل بشكل غير قانوني وايه لانقاذ الحيوانات في العديد من الحالات ولكن في العديد من الحالات الحيوانات كانوا ايه جزء من البحث اه للعصور على علاج للعديد من الامراض اللي هي والعيوب البصرية عند ايه عند الاطفال اللي هما الباحثين الباحثين يعني استنتجوا واستخرجوا واستخلصوا العديد من العلاجات من خلال تعاملهم او من خلال عملية التعامل مع الحيوانات والعمل عليهم العمل معهم والعمل عليهم تمام على الرغم من العديد من اه على الرغم مما يعتقدوه العديد من نشاطاء الحيوان او الحماية الحيوان يعني معظم الباحثين لا يعاملون الحيوانات بشكل قاسي في الحقيقة عدم اه او سوء معاملة الحيوانات بألم شديد والأفكت ده قوليتي 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 اف ريسرش او 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 لما الباحثين بيقولوا لو احنا عملنا الحيوانات وحش وخلناهم يتعرضوا لألم كبير جدا ده هيأثر على جودة البحث لذلك النتائج اللي هيحصلوا عليها يعني لن تكون يعني اه لا يعتمد عليها تمام لذلك الباحثين بيحاولوا اللي هم يعامل الحيوانات بشكل اه كويس قادر الايه الامكان in the long run يعني في او على المدى الطويل animal aggravates can cause serious damage to the future of medicine هم حماة او نشطاء اه لمع الحيوان يمكن ان يسببوا اضرار قسيمة serious damage يعني اضرار قسيم لمستقبل الطب with their persistent campaigning اه مع حملتهم المستمرة much of the public supporters their cause يدعمهم الكثير من الاشباب من العامة في قضيتهم people people with aids or ده على الجانب الاخر طبعا people with aids and or cancer need doctors to do research to save their lives هنا بقى على الجانب الاخر الناس المصابين بالaide مثلا والcancer ربنا يشفينا جماعة ويشفقوا المريض بمحتاجين الدكات اللي هم يزودوا الابحاث عشان ايه ينقص حيواتهم and often it's a case where animal research is crucial before any cure can be found وفي الغالب ان حالة حيثوا ان الحيوانات الجزء مهم من البحث العلمي اه اه قبل ايه قبل ما يخترعوا اي اه اي او اي او او قبل ما يكتشفوا اي اي شباب قبل ما يكتشفوا اي علاج يعني يقصد يقول ان مش هيقدروا يستغنوا على الحيوانات اه ومش هيقدروا يعملوا علاجات معترف بيها ويعني مجهزة كويس ويعني تم تجربتها كويس بدون الحيوانات تمام انت اقول لي رايك في التعليقات هل انت مع الفكرة دي ولا ماش مع الفكرة دي الناس اللي بيقولوا كده ما ينفعش يعملوا على الحيوانات طب هيعملوا تجارب على مين على البشر هم بعدها نشوف اه قلوا رايك في التعليقات انت موفق على الموضوع ده ولا لأ انا من وجهة نظري عادي لما يعملوا على الحيوانات لانقاذ البشر ما فيش اي مشكلة وإلا ما كانش فيه اه يعني ادوية كتير جدا ما كانتش ايه ما كانتش اه هيتم اكتشافها بدون العبحاث دي اه بالاضافة الى ذلك اه ان هما ما بيعني ما بينفوش الحيوانات او اللي هما بمسلا يعني اكتر حاجة بيعملوا عليها اللي هي فرنات تجارب فالموضوع اعتقد اللي هو عادي يعني مش بيأسر بشكل كبير على السلالة كسلالة حيوانات تمام? انا لو بعض الافراض في حين انه هم هينقزوا حيوات ويعملوا يعني علاج ينقز ناس كتير اعتقد ان لا بأس بين اه يعني هما يعملوا بعض التجارب على بعض الحيوانات. تمام? ده رأيه المتواضع. ده رأيك في التعليقات. طبعا نحل لكده ونشوف سباكم الموضوع ده كله. الكثير من الامراض المميتة يمكن ان يتم علاجها عن طريق اي شباب. ضعفهم. ولا التقصر الحار. ولا التكنولوجيا الحديثة والكثير من البحث. ولا بوجود الحيوانات طبعا عن طريق التكنولوجيا الحديثة. اه الكلمة دي اللي هي يصيب بي او يعني اه يبتلى بي الكلمة دي الموجودة في اه في الباراغراف او بتقترح او بتبين او توضح وتظهر ان المرض ايه مميت ولا مزعق ولا يعني تم توا الكشف عن بواسطة العلماء او استكشافه اه يعني اه بي بيزعج الناس منذ او اه بيزعج الناس لبعض الوقت. طبعا انه قلنا هنا اتعنا نرجع كده ونشوف الكلمة فسك بتاح ايه. او العديد من الناس يموتون بسببهم. يبقى المرض ده ايه يا شباب. از اول يبتلون. ها هتبقى ايه يا شباب. اعتقد اللي هي هتكون يا شباب رقم اه هتبقى رقم ايه اللي هو اه ددلي لان العديد من المميت لان العديد من الناس بيموتون بي. الامراض دي مميتة. تمام? اه رقم سبعة عشر بقول لك هنا. رقم سبعة عشر بقول لك هنا. افضل علوان ايه. الامراض والتجارب العلمية على الحيوانات. التجارب على الامراض في الماضي والحاضر. لا. كيف هي يمكننا علاج الامراض? لا ما قالش كده. انتشار الامراض برضو ما قالش كده هي برضو هتكون رقم ايه شباب هتكون رقم ايه. لانا بيتكلم عن التجارب على الحيوانات والامراض. اه بقى المعتقد اللي هما بتوع اه نشاطاء الحيوان دول. اللي هما عايزينه او او معارضين لايه? اه 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 اللي هما الحيوانات لا يجب ان يجربوا اي الم في اه المختبرات او في العمليات في التجارب العلمية. يعني عايدة عندهم اللي هما يعملوا على على الحيوانات ولكن الحيوانات اللي ما يحسوش باي الم. لهم مش بيقولوا كده هما بيمنعوا الموضوع خالص. وبعدين اه هعمل عليه تقربة علمية ازاي مش هحسب الم. لا يجب ان يتم التضحية يعني التضحية بالحيوانات في العمليات او في التجارب العلمية. اعتقد ده هتكون اقرب للصواب. هم معارضين ده بقولك انا. يجب ان يتم استخدام الحيوانات فقط في التجارب العلمية التي تهدف الى علاج اه امراض الانسان. تم هما العلماء بيستخدموها لكده بس. هم برضو معارضين. ان هو يجب ان يتم تعامل التعامل مع الحيوانات بشكل جيد. اه مما حتى لا يتم التأثير على جودة البحث. لهم شدعوا برضو بالحاجات ده كلها. هم عايزين ان الحيوانات لا يجب ان يتم التضحية بهم. من اجل ايه? آآ البحث العلمي او التجارب العلمية. كود نجدو تا باراكراف ثري. وفقا ليه باراكراف ثري. اه النشطة اه الحيوان اه يمكن ان يعني يلجأوا الى اه عشان ايه? يعني ممكن يلجأوا ايه? عشان يخلوا يوسعوا الرأي بتاعهم وياخدوا من المجتمع المحيط. بيمكن يلجأوا ايه يا شباب? الكتابة ولا المناظرة ولا اللي هي القوة الغشمة ولا اه اللي هو الاقناع. طبعا لا هو هتكون ايه? اللي هي القوة. لان طبعا زي ما قرأنا اللي ايه? ان في اه مجموعات من الحماية الحيوانات دول اقتحموا المختبرات وطلعوا الحيوانات منها. تمام? رقم عشرين بقول لك هنا الحماية او الانقاذ الحيوانات يعني ياخذ خطوة الورائل المفروض نعمله علشان نحمل الحيوانات دي. اللي هو تطوير الادوات الصحية او الطبية. اللي هو انا نعمل اه تحسين الطب للاغنياء. ولا امبروفنج اه تحسين اه المعيشة عند الانسان والله اللي هو اجاد العلاج للامراض هو اللي لازم يتوقف طبعا الشباب هو هيكون عشان نحمل الحيوانات لازم finding the cure for disease. يعني ايه? يعني يتم التخفيف منه تمام؟ اللي بعد كده ام الجمل دي شباب فالس اللي هي مش حقيقة اللي هو الامراض المميتة مثل مرض السكر والايدز اصبح من الماضي. لا اذا موجود اعتقد دي هي اللي هتكون صح لان موجود مرض السكر موجود والضغط موجود وكل حاجة موجودة. تمام? العديد او اغلبية العظمة من العلماء او الباحثين ضد اه التعمل بعنف مع الحيوانات التي تستخدم في الابحث. لا هم دي اه في بعض الباحثين اه عادي ممكن استطيعوا الموضوع ده وان فيش اي مشكلة عنده. بعض او العديد من من الامراض تم شفاءها او علاجها بعد اه اختبار على الحيوانات بعد اتمام الاختبار على الحيوانات. اه دي صحيحة. تمام? دي صحيحة. انا عايز بحضة فولس. تمام? لكن دي صحيحة اه في بعض الحياة في بعض اسمهم بعض الامراض تم علاجها بعد اجراء الابحث على العلماء. اه على الحيوانات سوري. اه. ودي برضو صح ان في بعض العلماء. ضد الايه? ضد اه ضد الحيوانات. ولكن هم مش ضد البحث عنها. مش ضد اجراء التجربة العلمية عليه. يا ضد ضدها. تمام? ضد على الحيوانات. نتيجة الحملة اه بتاعة نشطاء الحيوان ضد اه يعني اصبحت ضد ضد استخدام الحيوانات يعني يعني اصبحت تلقى دعما من الناس او العامة صح. يبقى الاولى صح. الاولى هي اللي غلط زي ما احنا قلنا. لان المرضى السكر اللي سلم وجودين لم يصبحوا من الماضي. يعنيها متنوع. عايز عكسها. آآ يعني برضو متنوع او العديد من مش هتنفع. عديد من برضو مش هتنفع. الكون اللي لا يمكن عده يعني كتير جدا. فبرضو نفس المعنى ان معنع يبقى تبقى شباب هتبقى شباب كلمة دي قطع الاولى قطعات داس همه جدا عايزة تركيز ولكن ممممممممم ممممممم ما важنبش اي مشكلة